نبدأ بالحدث الأبرز الحقيقة الأمس وإما راح أعلنت قرعة بطولة كأس العالم للأندال مقرر أن هي تقام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر المقبل وأصفرت طبعا عن مواجهة الأهلي للفريق الفائز في الجولة الأولى اللي هتجمع ما بين الاتحاد السعودي وأوكليند سيتي يوم 12 ديسمبر في افتتاحية البطولة ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لمواجهة بطل كأس لبرة دوريس في نصف نهائي البطولة واللي هيقام في يوم 18 ديسمبر المقبل أقيمت طبعا مراسم القرعة بمدينة جدة بحضور جياني إمفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لقرة القدم وكوكبة من الرموز ونجوم القرعة ويعني أكيد حضر الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ممثلا عن النادي يعني يمكن خلينا نقف هنا شوي احنا بقلنا ثلاث سنين الحمد لله متواجدين في قرعة كأس العالم للأندية ودي المرة الرابعة على التوالي يعني خلينا أقولك يا كريم وأقولك المشاهدين ده أمر مشرف جدا نادي الأهلي يكون الممثل وحيد للقرة الإفريقية في واحدة من أكبر البطولات اللي بيتابعها العالم كله واللي بتحضى طبعا بأهمية ومتابعة من كل وكالات الأنباء وكل الوسائل الأعلمية خلينا نفكر جمهورنا بتاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية يمكن أول مشاركة كانت فيه عام 2005 لعبنا أول مباراة وخرجنا أمام التحاد جدة بهدف واحد دون رد بعدها تاني مشاركة بقى كانت فيه نسخة 2006 وسجلنا فيها حضور قوي جدا ووصلنا لدور نصف النهائي ويعني خرجنا في الدور نصف النهائي أمام بطل برازيل لكننا حقنا الميداليا البرونزية تالت مشاركة بقى كانت في نسخة 2008 وخرجنا أمام باتشوكا المكسيكي بعدها في نسخة 2012 شاركنا ووصلنا للدور النصف النهائي لكن خرجنا أمام بطل برازيل بعد ما كسبنا طبعا هيروشيما الياباني بعد كده بقى في نسخة 2013 شاركنا لكننا خرجنا في النهاية أمام بطل الصين واللي حصل بقى بعد كده يعني بعد نسخة 2013 أنه كان فيه فترة كده كان فيها وعنكسات كتير نتج عنها أن احنا يعني اضطرين أن احنا ننتظر فترة طويلة جدا ودي حاجة مش معتادة على النادي الأهلي لغاية نسخة عام 2021 بعد ما كسبنا طبعا دوري أبطال إفريقيا ودام الزمالك في 2020 كمان لعبنا نسخة مميزة جدا كسبنا الدحيل بطل قطر بعدها لعبنا أمام باير ميونيك بطل أوروبا خسرنا وقتها بهدفين دون رد وبعدها حققنا الميدالية البرونزية على حسابها الميراس بطل البرازيل كل نسخة الحقيقة مندقي أن دايما طموحاتنا بتزيد مع مرور الوقت ونتشوق أصلا وأكتر لأن احنا نتواجد على منصات التتويج وشوفنا فيه نسخة 2022 طبعا شاركنا مرة تانية ووصلنا للدور النصف النهائي بعد ما كسبنا مونتيري الميكسيكي بهدف محمد هاني وخرجنا وقتها أمام باير ميراس بهدفين دون رد لكن نجحنا للمرة التالتة في الفوز بالميدالية البرونزية على حساب الهلال السعودي بطل أسيا بفوز عريض جدا حققناه وقتها كانت بنتيجة 4-0 وآخر مشاركة كانت في النسخة الأخيرة كسبنا في أول جولة أوكلاند سيتي بنتيجة 3-1 بعدها كسبنا سيتي البطل الكونكا كاف بهدفين بهدف عفوا بهدف كان حتى الأحراز ومجدية أفشا ولعبنا أمام بطل أوروبا ريال مدريد خسرنا في الماتش ده 4-1 علما بأن الماتش ده احنا كان ممكن نحقق فيه نتيجة أحسن من كده بكتير يعني كنا إلى حد كبير ند لعملات أوروبا وأول مباراة للنادي الأهلي بقى إن شاء الله في نسخة جديدة هتكون يوم 15 ديسمبر إن شاء الله وأكيد تمنياتنا لنادينا بكل التوفيق بإذن الرحمن